محمد مجدي أفشا النهاردة شارك في مران النادي الأهلي قعدوا معاه في النادي الأهلي وهو الرجل اللي عتزر وده غرام تعالى حكي لك حكاية الأزمة بتاعت أفشا وكيف انتهت وكيف عادة لتدريبات الفريق يلا بنا محمد مجدي أفشا انتظم في مران الفريق جماع اليوم بعد تجميده خلال يومين الماضيين على خلفية أزمة تصريحاته الإعلامية الأخيرة خالب بيبو مدير الكورة بالأهلي أبلغ اللعب أمس بتوقيع غرامة ملايا عليه بسبب التصريحات وتقبل اللعب الأمر وتم كبول اعتذاره خالب بيبو اتفع مع مرسل كورر المدير الفريق على عودة اللعب إلى تدريبات اليوم الأربعاء بعد الجلسة التي حدثت أمس قبل توجه كورر وجهازه المعاون لحضور حفل تدشين مشروع القرن في فرع زايد واجتمع اليوم كورر مع جهازه المعاون في حضور خالب بيبو تم اتخاذ قرار عودة أفشا إلى التدريبات الجمعية بعد انتهاء الأزمة كبار الأهلي محمد الشنية ورامر ربيع وعمر السلية كان لهم دور كبير في انهاء الأزمة بين أفشا والجهاز الفني خلال الأيام القليلة الماضية أنا قلت لكم أن أفشا هيقود للتدريبات وأن المشكلة هتخلص بسرعة عشان هما مقدرين أن أفشا لاعب طيب ولعب عفوي للغاية مش لاعب يقصد كل ما قالوا تقريبا فالأمور طبيعة كان يبقى فيها أمسة طبيعة كان يبقى فيها زاعة من الجهاز الفني وبعض اللاعبين بس الموضوع هيخلص كل التوفيق الأفشا وكل التوفيق للنادي الآلي فيما هو قادم إن شاء الله